تلقى وزير التنمية المحلية هشام أمنى تقريرا حول أبرز النتائج التي حققتها الوزارة بالتنصيق مع المحافظات لتنفيذ قرارات مجلسي الوزراء والمحافظين والتي تهدف إلى ترشيد استخدام واستهلاك الطاقة بالمحافظات سواء كانت كهرباء أو غاز لتحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة في تحسين الأوضاع الاقتصادية وأضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير الذي تلقاه حول تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء أوضح أن الوزراء ركبت 3.1 مليون كشاف موفر للطاقة في جميع المحافظات بتكلفة بلغت حوالي 2.6 مليار جنيه ترجمة نانسي قنقر